قالت تقارير صحفية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباق قرر السماح للسجناء الأمنيين من حركة حماس في سجن رامون بإجراء محادثات هاتفية مع عائلاتهم في غزة وذكرت الصحيفة أن هذا القرار يأتي على الرغم من موقف إسرائيل بأنه لا ينبغي التخفيف عن الأسرة طالما واصلت حماس احتجاز جثتي الجنديين الإسرائيليين هذا وفي أذار مارس الماضي بدأ سجناء حماس إضرابا عن الطعام ضد نواية تثبيت أجهزة تشويش في أجنحتهم تمنعهم من إجراء المكالمات بهواتف محمولة مهربة